أم أحمد تقول هل يجوز أن نقول مثلا فلان قدوم علينا خير أو شر أو نقول والله فلان مجرب كلما قدم كذا وكذا أختي الفاضل أبارك الله فيك أولا بالنسبة للتشاؤم محرم عندنا في الإسلام والتشاؤم هذا يضرب في جذور التاريخ الأنبياء حذروا منه وكان قوم موسى قد تشاؤموا بالنبي موسى عليه الصلاة والسلام وكانت تشاؤمون بالأنبياء والعياذ بالله ولذلك النبي عليه الصلاة والنهى عن التشاؤم ودعا إلى الفعل الفعل هي الكلمة الطيبة الفعل هي الكلمة الطيبة فبالنسبة للشخص يقال والله فلان قدوم خير إذا كان اعتقاد بذاته لا ما يجوز يقول والله فلان كلما قدم بذاته حصل لنا خير لا هذا ما يجوز حرام يصبح الآن تبرك بالذوات أما يقال والله فلان رجل مبارك يعني إذا جاء علمنا القرآن علمنا العلم إذا جاء نصحنا إذا جاء حل مشاكل رجل مبارك عندنا مشاكل ما يحلها إلا هو مثلا طيب ما في بأس ولذلك قال أسيد بن حضير قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر لما نزلت آية التيممم وكانوا يقولون آل أبي بكر وناس مباركين لأن الله عز وجل يعني هيئ لهم أسباب كثيرة منها نصرة نصرة النبي عليه الصلاة والنصرة الإسلام أهل بيت خير قضية التشاؤم بالأشخاص لا هذا ما يجوز محرم فلا يجوز أن يقال والله فلان قدوم الشر علينا لا لا ما يجوز هذا هذا تشاؤم بالأشخاص لا يجوز التشاؤم بالطيور مثل الغراب أو طائر البوم هذا هذا محرم ما يجوز هذا من عقائد الجاهلية أو يقال والله فلان مثلا إذا جاء والعياذ بالله حصل شيء لا هذا ما يجوز حرام لكن ممكن هذا الشخص قد يكون هو يصيب بالعين فإذا اشتهر عنه أن فلان يصيب بالعين ومعروف عنه يجوز تقول الناس انتبهوا منه حصنوا أنفسكم مثلا يجوز أما والله شك مجرد شك لا هذا ما يجوز وذلك ما يجوز إلا التشاؤم بالأشخاص ولا بالأماكن ولا بالطيور ولا بالأزمان يقال والله هذا ما تفتح دكانك في هذا اليوم لأن هذا يوم مشؤوم أو في هذا الوقت لأن هذا حرام كله ما يجوز بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر